السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة خاصة بتحري هلالي شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1445 أهلا بكم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين ونزولا عند قول الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بجد وفهم واجتهاد وعزم ولما كان أمر الصيام من أمر كتابنا العظيم ومتعلقا بالضرورة برصد الهلال فإننا نحرص أشد الحرص على أن نخذه بقوة وجد واجتهاد فننشر الدراسات العلمية لظروف تحري هلالي كل شهر هجري ونولي هلالي رمضان وشوال أهمية أكثر لارتباطهما بالدخول في عبادة الصيام والخروج منها إذن متى يبدأ شهر رمضان هذا العام وكيف يتم تحديد ذلك كما تعلمنا فإن دخول شهر رمضان يستوجب على أهل البلد أن يتحروا هلاله بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شعبان لذا ننتقل الآن افتراضيا إلى مكان وزمان التحري نحن الآن على إحدى مرتفعات إدلب المدينة نلاحظ أن هذا قرص الشمس بدأ بالغياب دون الأفق تشير الساعة الآن إلى الساعة السادسة والدقيقة السادسة والثلاثين بدأ قرص الشمس بالغياب دون الأفق في الحقيقة في هذه اللحظات الأحد العاشر من آذار عند الساعة السادسة والدقيقة السادسة والثلاثين سنبدأ برصد الهلال الهلال سيكون موجودا هنا في هذه المنطقة دقيقا جدا وأدق من الشعر لا يمكن رؤيته إنما أضفناه هنا لكي تعرفوا مقام وجوده وأرقامه هذا الهلال سيكون أعلى من الأفق بدرجة ونصف سيكون مبتعدا عن الشمس تقريبا ثلاث درجات ونصف سيكون بعمر ست ساعات ونصف تقريبا كونه سيولد نهار الأحد عند الساعة الثانية عشر ظهرا وأيضا سيمكث بعد الشمس تقريبا باثنتين عشرة دقيقات تشير التقديرات إلى أن الشمس ستتغيب عند الساعة السادسة والدقيقة السادسة والثلاثين أما هلال شهر رمضان المبارك سيكون هنا وسيغيب عند الساعة السادسة والدقيقة الثامنة والأرعين في الحقيقة إذا قررنا أرقام هلال رمضان هذا العام مع الأرقام الحرجة للرؤية والتي ترونها موضحة على الشاشة من خلفي نلاحظ أن هلال هذا العام لا يحقق أي من شروط الرؤية فهو دون شرط العمر بتسع ساعات دون شرط الارتفاع بأكثر من ثلاث درجات قوسية ودون شرط المكث بعشرين دقيقة تقريبا ودون شرط البعد عن الشمس بأربع درجات إذا فإن إمكانية الرؤية بعد غروب شمس الأحد ستكون صعبة بل صعبة جدا أصطحبكم معي الآن إلى خريطة عودة لإمكانية الرؤية في جميع دول العالم الإسلامي وفقا للشروط التي تحدثت عنها والتي يظهروا فيها لاحظوا معي هنا في اللون الأحمر أجزاء من القارة الأسيوي هنا روسيا والقارة الأسترالية مع أجزاء واسعة من شرق آسيا هذا اللون يعني أن الهلال في هذه المناطق سيغيب قبل الشمس والرؤية لن تتم للاستحالة أما اللون الأبيض فيعم أجزاء واسعة من أوروبا مع الشرق المتوسط إضافة إلى إفريقيا وحتى المحيط الأطلسي مع المحيط الهندي مع عموم آسيا والهند جميع هذه الدول والتي تشكل ثلث العالم سيكون فيها الهلال موجودا فوق الأفق إلا أن أرقامه ستكون دقيقة جدا تشير إلى أن الرؤية ستكون صعبة جدا فنحن نتحدث عن هلال بإضاءة 0.1% إذن جميع هذه الدول من المتوقع فلكيا أن تتعذر فيها الرؤية نظرا لظروف الهلال الصعبة إلا أن الهلال موجود فوق الأفق تبقى هنا الأمريكيتين باللون الأزرق وهذا اللون يشير لأن الرصد قد يتم باستخدام التولسكوب ولكن بصعوبة إذن وحسب مراقبتي مرجعات عمليات الرصد في الدول المجاورة عبر السنوات الفائتة فإن مرصدين من مراصد المملكة العربية السعودية وهما تمير وستير واشتهرى شخصاني فيهما في أكثر من مرة بإدلاء شهادة لرؤية أهلية قال علم الفلك باستحالة رؤيتها وتمت عملية تصديق شهادتهما أصولا لذا فإن احتمالات إعلام بداية الشهر ستكون مفتوحة بين الاثنين والثلاثاء فإعلانات التعذر ستلاحظون أنها ستتوالى في معظم الدول إلى أن يصدرها تقريرات تمير وازدير فإن تعذرت الرؤية عندهما تبعاتهما دول الخليج كلها وكثير من دول المنطقة وكان مضارا الثلاثاء وإن الدعاية بثبوت الرؤية فإن الجهة الشرعية الرسمية العاملة بالقول الفقهي المشهور بوحدة المطالع ستوافقهما في كثير من الدول باستثناء المغرب وسلطنة عمان وتعلم بداية الشهر الاثنين لذا ننتظر نرصد نراقب لمعرفة ما ستقول إليه عمليات التحري علما أن رمضاننا هذا العام في حال بدأناه يوم الاثنين سيكون ثلاثين يوما تامة وذلك الاعتبارات شرعية على أسس فلكية في الختام نذكر بأن هذه الحلقة هي دراسة علمية لتسليط الضوء على كيفية رصد الهلال وإعلان بدايات الشهور كما أن هذا التقرير لا يمثل أي جهة رسمية فهو تقرير من جملة تقارير تهدف إلى نشر الثقافة الفلكية المنبثقة عن سنة مهجورة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحري الشهور كما ندعوكم لمشاركة العالم العربي والإسلامي عمليات رصد الهلال وندعو لكم بأن يبلغكم الله تعالى رمضان ويعينكم على صيام والقيام وجميع الطاعة كان معكم في الإعداد والتقديم من هنا من إدلب المهندس أناصر رحمون دمتم في رعاة الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته